إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التجان والجاسو طبعا يشترك التاج والجسر في وظيفتها من حيث تقوية الأسنان أو تعويض النقص في أحد الأسنان المفقود أيضا بسبب الخلعة وغيرها من الأمراض الموجودة في الأسنان يستخدم التاج في تقطية السن التالف بأكملة لأنه إلى جانب استخدامه في تقوية السن يعمل على أيضا تحسين منظر وشكل الأسنان التالفة ويمكن أن يقدر يعدل وضعية الأسنان بالنسبة لصف الأسنان الموجودة عليه أما بالنسبة للجسور فتستخدم كما ذكرنا سابقا لتحل محل سن أو أكثر قد فقدوا لأي سبب من الأسباب أيضا حيث يقام الجسر على الفراق الناتج عن السن المفقود وأيضا تثبيت الجسور على الأسنان الطبيعية الموجودة أو على مواد تزرع حول فراق السن أو على الأسنان التي فقدت هذه تعريف التجان والجسور إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي إن شاء الله نشوفكم وفتاة سقاطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر